اشتركوا في القناة متعددة الاغراض بنادي النبي صالح وازاح سعدته الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بافتتاح المنشأة الجديدة بالنادي والتي تتضمن بنعم دي لصالتين رياضيتين للكرة الطائرة ومبنى اداري يحتوي على مجلس وصالة استقبال ونادي صحي وصالة بلياردو وسنوكر ومختبرات كمبيوتر ومكتبة ومكاتب ادارية ومرافق خدمية ويأتي افتتاح المنشأة الرياضية متعددة المرافق في اطالي تنفيذ المشاريع الرياضية في الاندية الوطنية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة في تنفيذ وايقامة وتطوير البنية التحتية الرياضية في الاندية الوطنية تاهل منتخبنا الوطني للمباراة النهائية للبطولة الاسيوية السابعة عشر لكرة اليد وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني بتسعة وعشرين هدفا مقابل ثلاثة وعشرين في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الدور نصفا نهائي من البطولة حيث شهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا ساندا وآزر المنتخب ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية ولمنديال لكأس العالم من المرة الثالثة في تاريخه ويبقى على خطوة واحدة على تحقيق اللقب الاسوي للمرة الاولى هدف لمحمد عبد الحسن أبروك لهذا الجمهور الوفي للمنتخب البحريني الجمهور البحريني نعم هذا الجمهور البحريني والفرحة العارمة حاليا في صالة هذه المباراة كل أمنياتنا بالتوفيق للأحمر البحريني في النهائي نبارك أيضا للاتحاد البحريني والإداريين والجهاز الفني واللعبين وهارد لك للمنتخب الياباني نهاية هذه المباراة 29 مقابل 23 ورح تبقى الأفراح في الصالة رح يبقى الجمهور ليحتفل مع اللاعبين في نهاية هذه المباراة تقبلوا تحيات محدثكم توفيق الزاكي وإلى البحر فرصة وفي الجانب الآخر حجز المنتخب القطري البطاقة الأخرى للمباراة النهائية وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب السعودي بـ 22 هدفا مقابل 19 حيث أن المنتخب القطري قد حجز بطاقة التأهل إلى المنذيال العالمي قبل فعاليات البطولة كونه حقق مركز الوصيف في النسخة السابقة من كأس العالماء لا بسلبي تنقضع تنقضع الله يعني فرصة كانت عبدالله العبادي العباة المنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة ألف مبروك على تأهل إلى كأس العالم القادمة في فرنسا مشاهدين الكرام لا تبتعي أجريت بالمركز العالمي بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة مراسم قرعة بطولة الاندية العربية الرابعة وثلاثين لكرة الطائرة التي ستستحذنها مدينة سوسة التونسية خلال الفترة من السادس عشر لغاية التاسع والعشرين من شهر فبراير المقبلة بحضور رئيس الاتحاد العربية الشيخ علي بن محمد الخليفة حيث أوقعت القرعة ممثلة الكرة الطائرة البحرينية فريق النصر في المجموعة الثالثة التي تضم الريان القطري وسنجل الفلسطيني الزهراء اللبناني وديموسا الأردنية تمكن فريق المحرق من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعتهم على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور الدرجة الأولى لكرة القدم الملكية تقدم بركلة جزاء عن طريق عيسى البر في الدقيقة الحادية والعشرين وعادل نتيجة للمحرق اللاعب علي جمال في الدقيقة الحادية والستين وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة أضاف اسماعيل عبدالطيف الهدف الثاني لفريقه لأرفع بذلك المحرق رصيده إلى تسع عشرة نقطة فيما تجمد رصيد الملكي عند النقطة الثالثة عشر في المباراة الثانية حقق الرفاع فوزا صعبا على ستر بهدفين مقابل هدف يفتح الرفاع باب التسجيل عن طريق السوري محمود المواس في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف مواطنه أحمد الدوني النتيجة في الدقيقة الثانية والسبعين فيما جاء هدف ستر الوحيد عن طريق أحمد بلايط في الدقيقة الثالثة والسبعين وبذلك رفع الرفاع رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة وما تجمد رصيد ستر عند أحدى عشر نقطة وفي ثالث مباريات افتتاح القسم الثاني من الدور تمكن فريق لبستيين من الفوز على الأهل بهدفين مقابل هدف لبستيين تقدم من الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما ريكو وإسراء حموية في الدقيقة السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين فيما سجل الأهل نيجيري أوتشي من راكة جزاء في الدقيقة السابعة والسبعين لينجح لبستيين في رفع رصيده إلى ستة عشرة نقطة فيما بقي الأهل على رصيده السابق بأحدى عشرة نقطة ترجمة نانسي قنقر